مهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات عاوز أعرف رد حضرتك على حالينا الأفاضل السكنوا في حي الأسمرات لكن معترضين على قيمة الإيجار 300 جنيه أهلا وسهلا بحضرتك الأول أهلا بحضرتك هي القيمة الإيجارية حضرتك كمواطن من أهالي مصر كله إحنا عارفين دلوقتي الجو اللي حوالينا كله 300 جنيه كتير على شقة مفاش أي أساسات منزلية أنت لما تأجر شقة 300 جنيه كتيرة بصراحة لا ما بالك بشقة زي ما عاد السيد الرئيس بيدخل بشنطة هدومه بيفتح بالمفتاح يلاقي قطيمة وصالة وحمامة ومطبخ قدوة نوم قدوة نوم أطفال أنطري صفرة مطبخ متعلق جاهز توضع الأواني فيه تلاجة عشر أدم شاشة اللي صديقة وتلفزيون 29 بوصة بتجاز بالخرطوم بالمنظم بالأمبوبة سخان بالخرطوم بالمنظم بالأمبوبة غسالة كل اللي مكان حتى كياس المخدات وملايات السرقين النهاردة لما كل دي يكون متوفر للمواطن أنا شايف أنه ببلاش مش بكتير الأهل معترضين على 300 جنيه إيجار ومصممين على عدم الدفع فالإجراء اللي حرارك ممكن تتخزوا معهم طبعاً هو في عقد والعقد دايماً هو شرعة المتعاقدين العقد بنص على إنه ثلاث شهور متتالية عدم سدة قيمة أجارية بيتم انظاره النهاردة حضرتك بنقول هي خيرة لو ما فيش مصدر للدخل أو ما فيش فرصة للعمل النهاردة إحنا منوفر فرص عمل في خلال الأسبوع الجاي لهم اللي ما عندوش مقدرة لألف وربعمائة سيدة من أبناء الأصمرات وشاب واثنين وسبعين شاب النهاردة فتحنا استغلنا البضرمات كلها بنعمل مصنع للملابس الجاهزة فكرة المصنع دي كانت فكرة مسبقة إحنا التفت بالاتحاد التفت كانت نتعامل بروتوكول مع محافظة القاهرة مع أهل المصانع وابتدنا ندرب السيدات وحقن لهم وحدة يدربوا وندرب كل 20 يوم واحد وعشرين آآ مكانة وبعد كده بندربهم وبعد كده بنشغلهم فتحنا لهم مجال برضو للتشغيل عندنا في شقة واحدة تلاتة وخمسين سيدة وكل الشغل بتاعهم بتصدر برضو بتاخد السيدة أول شهرين تدريب بعد ما تتخرج من التدريب بنيديها مكافأة رمزية خمسونين جنيه وبعدها أول شهرين ممارسة عمل تدريب برضو الف وماتين جنيه بعد كده الف وربعمائة جنيه من بعد داني سيدة من الساعة تسعة للساعة تلاتة النهار اللي عملنا الاسكيل ده على أوسح استغلنا كل البضرومات اللي موجودة في الأصمرات للتشغيل نعمل مكان واتفقنا مع شركة اللي هي هي بتاعة الزعفرانية ومع الاتحاد الصناعات ابتدنا نعمل آآ نوسع المجال شوية نشغل ألف سيدة في خلال أول خمستاشر يوم من التاريخ من شهر خمسة وجبنا مصنع للسجاد اليدا والحرير هيشغل مئتين واحدة ومصنع للسبح هيشغل مئتين وتلاتين شاب النهاردة بتدرينا نوضع ده كله على السطح قدام أهلنا عشان نوفع لهم سبل للسجاد النهاردة فضلا معليك عن أن موجودة عندنا الأرامل بتدفع لها جماعة الأرمان المطلقات والمعاقين وزاوي الاحتاجات الخاصة بيتفعلهم بنك فصل إسلامي شهريا وبنقول لهم الإيجار القيمة الإيجارية تلتمين جنيه شهريا وعندنا اللي بنقوله أنه هو غير قادر موارد أن حد بقى غير قادر بس ما بياخدش ما تقاطرش أي حاجة إحنا عملنا لوقت النهاردة تلتمية وسبعين تكافل وقرامة خلال شهرين النهاردة بنقول لهم اللي معندوش مقدرة يجيني عشان نقدمه للتضامن الاجتماعي يعملوا له بحث اجتماعي لمساعدة بعض الجامعيات النهاردة فضلا عن شركات المعاولات اللي شغالة في المدينة كلهم لو بيتصدقوا بأي حاجة شهرية بيتفضلوا أنهم يدفعوها لأبناء الأصمرات النهاردة عندنا فئات وعدد معين بنقدر بنوديله كل شهر المعاونة والدخل بتاعه في شهر كله. تمام. احنا طالبين منهم اللي عنده استعداد لطريقة مشروعة يتفضل مشكورا على التضامن الاجتماعي ويحط اسمه لعمل البحث. لكن احنا مش هنقبل اي خروج. المكان كويس خلص. مكان زي ما حضرك شايف. النهاردة المحلات تلتمية اتنين وتسعين محلة يفتحوا ان شاء الله المزاق بتاعهم في اول ستة. لان بنشطبنا من التشتيب الخارجي تبقى لتعلامات السيد رئيسي الجمهورية. التشتيب لوحدهم كلف تمنتاشر مليون جنيه. تشتيب المحلات. للاهل للناس الغلابة. يعني احنا كل يوم في جديد ليهم. النهاردة الخدمات المتقدمة ليهم. لما تروح حضراتك خدمة وطنية. اسعار قلم بره عشرين في المية في كل حاجة. النهاردة اللحم ده بيح اليوم مين يصدق? ان الموجودة بتتدي بحوتيجي من مجزر بساتين لهنا باربعة وتمانين جنيه. السمك اللي احنا بنتكلم عنه دايما البلط بتاع قوات المسالة عن حدش لقيه? بستة وعشرين جنيه. مجهور للمصدر بره في اي سوق بربعين جنيه. مزبوط. فكل الخدمات متوفرة لهم. ما بيخرجش بره لقضاء اي شيء. النهاردة المكان الوحيد في مصر هاتلي مكان فوش تكتك. النهاردة حفاظا عليهم وعلى ان احنا نربي اولادهم في امان. مفيش تكتك بيدخل اصمارات. في نفس الوقت توفر لهم البديل ليه? فيه تلع بصات نهاية النقل العام. البص مكيف. على ستة عشرين راكب. بيمروا كل عشر دايق بيطلع الغدسو المؤطة من بره. اللي عايز ينتقل لبرا المؤطة مية ده اي حاجة. وبيرجع بعشر دايق. مالوش دعوة فيه راكب فيه عشرة فيه خمسين. مالوش علاقة. تذكرتوا كامل اوتوبيس. جنيه ونص. طيب. النهاردة التوكتو كان بينهم. من جوه البره بعشرة جنيه. يبقى اني الافضل واني الاقيم. النهاردة الخطوط توفرت خطوط اوتوبيسات. وكل ما بيجي حد بيقول احنا عايزين نزود خطوط. بتتصل السيد النابل الحمد لله. النهاردة موجودة معنا الدكتورة جان عبدالرحمن. ناقب السيد المحافظة عشان الموضلة حضرت بتتكلم فيه. والنهاردة لما بنطلب خط اوتوبيس بتجبه لنا في خلال خمس دقايق بيضاف خط الاوتوبيس الجديد. النهاردة حضرتك طلبت اه اني تعمل خط ان شاء الله بندرس ان احنا نعمل خط سيرفيس داخلي. وجابت حمل عليها جابت الراجل مدير السيرفيس اللي هو عمر جمجوم. وشاف وهي حد دلنا عربيات محترمة ونظيفة ويخش ويشتغلوا تحت مطالة وما اسمعنا. احنا ما بنسمحش باي حاجة فيها خروج عن المقلوف. وما عندناش استعداد نقبل اي عشوائية. في يوم الاية. فاحنا كل ده بنحافظ على المكان. مش بعد وكل ده نلاقي حد يتكلم. تعال اتفضل باشكور باسلوب حضاري ومؤدبه ومهزب. انا مش قدر يصدد ايجار. ونشوفها اللي اجمع. لكن تقول مش هدفع ايجار حضرتك. يا مرحبين. يعني هو حجة الناس اصلا احنا كنا الاول زكنين مبلاش ومندفعش ولا مليم ايجار. اصلا احنا كنا قاعدين في بيوت ملك وندفع ايجار ليه. ما عليك النهاردة اللي هم متضررين من الاجار في يوم من الايام كان فيه مرور لسيد المحافظ واحنا بنمر لينا ايه? لينا واحدة ستة. قالت له الايجار 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 واقهم عليها. ستة كبيرة عن ده بتاع خمسة وستين سبعين سنة. الايجار 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 واقهم عليها. وقع منها الموبايل. مسكتها الموبايل بقول لي معانيها تفضل لي ايه ده? قلت له موبايل قابل بسبعة تلاف جنيه انا مش شيرتوش ولا هشيلو. معنا متضرر من دفع الايجار. النهاردة حضرك بالبينة تعالى الماركت. في الخدمة الوطنية. وشوف القتال على السيفود والآآ الجنباري بالشكل عاملت ازاي مبعدش خمس دقايق. يعني الدنيا ماشية معاهم. لكن اللي مش قادر احنا خدامينه بيجي قدم بحس الاجتماع وبيتم نظر الحالة. في مدونة زلك لا. طيب امبارح واول فيه اشاعات رددت وعايز رد حذيك على الاشاعات دي. اه. اول اشاعة رددت ان اه حضراتكم وجهته انذرات بالطرد للي مش هيدفع الاجارة التلتمية جنيه. وتاني اشاع ان تم القبض على بعض السكان علشان مش عايزين يدفعهم. الاولانية دي الاولانية جبت الااجابة بتاعتي من شوية جبت السؤال ده. تمام. اما بالنسبة للتانية اللي قبضنا لأ ما فيش حد تقبض عليه الا مسير الشغب. وبيحاولوا يلفتوا انتباهي الناس ان انت تعمل مشكلة وتكسر. لأ مش الناس ما حدود تكسير ولا وحرق في المدينة. خالص. هل بالفعل فعلا حصل تكسير? خالص ما احنا مش هنسمح. ما نقول لحضراتك بيه مش هنسمح بيه. بتروضهم الفكرة وبيوزوا بعض على كده. لكن احنا ما فيش كده. ما حصلش. لان في اشاعة تالتة برضو ترددت ان في تكسير حصل للملاعب. خالص. لا لا دي بطلة. وحضراتك الحجة بالبينة زي ما قالوا سيدنا رسول الله اطلع بص على الملاعب والوافقية. بص حضراتك. احنا الاهالي جيوم النهاردة اتنين وعشرين نائب من مجلس النواق بسبب المجلس. في ظل الظروف دي. وجموا لغاية هنا لما سموا بالموضوع. وجموا اتكلموا مع الاهالي بكل صدقه وصراحة. وقال لهم التلتمائة جنيه اللي ما نص فيها. خالص. مش هتنزل ابدا. لان التلتمائة جنيه مش كتير خالص. ده ثمان قلبتين سجاب من اللي بيشتروهم. انا قلت لحضراتك ما يسترقفكش الحل بيهم. اللي هو مش قادر ييجي يتوجه لنا. بس بالنديهم ان هم يحافظوا معنا على المنظومة الجميلة اللي هم عايشين فيها. عشان ما حدش هيخرجهم من هنا. مش يخرجوا من هنا تاني. بأصبح مكانهم. مكانهم الدائم. نتمنى انه عشان انه يتعاملوا معه بالأسلوب قوي. تمام. يعني مفيش نية لترضى حد ولا للإزال بحد. دي نية دي مش موجود. حضرتك اللي مش هيقوم زيه زي اي مخلوق تاني يدفع القيمة الاجارية المستحقة عليه. هتتتخذ ضد اجراء. تمام. والاجراءات اللي تم تنبارح اللي بيتكلموا عليها كلهم اللي قبضوا عليهم وعملوا. لأ. حضرتك دي حالات تم بيع الشؤاء. فاتتخذنا ضدها اجراء. ولازم. اه. طب دي نقطة مهمة. يعني في ناس استلمت الشؤاء وبعدها. تمام. معلك تمان حالات مبارح وتم اخلاقهم. تمانية. اه واستلمنا الواحدات بتاعتنا. وفي ناس اجروا من البطن? تمام. برضو تم ترضوهم. دول كانوا كم حالة مأجرين من البطن? هم كلهم على بعض تمانية. تمام. واضطردوا كلهم. كلهم. ولسه. بعون الله هنحافظ على المكان الخير وحفاظ. بعون الله. تمام. الف شكر لحضرتك. خدمينك اعمل بيوت احت امرك وانت نورتنا معليك. الف شكر.